السلام عليكم ورحمة الله اليوم بدنا نشتغل Application عن Sales Property عن درس Sales Property هيدا ال Application اللي شايفينا قدامنا بالسؤال عم بقول لي M E N Is Any Triangle M E N هيدا عم بقول لي انه Any Triangle D Is A Line هيدا ال D هيدا ال D عم يحكي لي عنه D Is A Line Intersecting E M In A يعني ال D بيقطع ال E M بال A هيدا ال Straight Line E M وهيدا ال Straight Line D D بيقطع ال E M بال A مثل ما شايفين هم And M N in L كمان بيقطع ال M N هيدا ال M N D بيقطع بنقطة اسم L And E N N S كمان بيقطع ال E M هيدا ال E M بنقطة اسم L يعني هيدا ال D بيقطع ال E M بال A و بيقطع ال M N بال L و بيقطع ال E M بال S The Parallel The Parallel Through M To D عم بيقولي ال Parallel من خلال ال M على D اللي هو هيدا الخط هيدا ال D هيدا الخط هو Parallel على D Through M يعني من طلق من ال M Cuts E N in F عم بيقولي بيقطع ال E N بال F هيدا ال E N أحيي هيدا ال F فإذن هيدا ال Parallel بيقطع ال E N بنقطة اسمه F فإذن أنا معي إنه M F Parallel على D يعني هو Parallel على ال A L يعني Parallel على ال S ع كل هيدا الشافت في Part 1 هيدا بيقولي بالسؤال Show that L N over L M times S F over S N is equal to 1 هيدا الشيء اللي عم يسألني على لحقت فإذن أنا بيدي برهن L N over L M times S F over S N is equal to 1 هيدا الشيء بيدي برهن بيدي برهن أنه هيدا الشيء بسيوي 1 طيب نحن إذا بدنا نعتمد على الثيلز برابرتي الثيلز برابرتي ولا مرة بيعطيني نين فراكشن و بيناتهم إشارة ضرب الثيلز برابرتي بيعطيني ريشو مثلاً Thales Property بيقول لي For Example بيقول لي أنه AM على ME بيسوي SF على FE هيك بيقول لي Thales Property Thales ولا مرة بيعطيني اثنين فراكشنز بيناتهم إشار ضارب عشان هيك أنا بدي ألعب شوي على هيدا السؤال لحتى حولوا لشي بيشبه Thales Property لأقدر استخدمونا Thales Property هون عندي طريقتين أول طريقة بمأنه هود اثنين فراكشنز بيناتهم ضارب فبدرب اللي فاق مع اللي فاق واللي تحت مع اللي تحت وبكفي بعمل Cross Multiplication تاني طريقة هي أنه هيدا الإشارة هون هي Times فبجيب هيدا الفراكشن كله متل ما هو لهون فهيدا الفراكشن كان قبل ال Equal بيصير بعد ال Equal بس الإشارة بدل ما تكون Times بتصير Division يعني إذا هيدا الفراكشن بدي يجيبه لهون هيصير عندي LN Over LM Equal One هيدا ال One هيدا الفراكشن بتصير هون Division SF Over SM بعني أنا عم بلعب على السؤال فإذا شا هيصير معي إنه LN على LM بسوي One الدفجين حتصير Times SN Over SF لأنه الدفجين بتصير Times والفراكشن اللي بعد الدفجين بقلبه فإذا سيصير معي LN على LM بسوي ال One هي Over One SN على SF Times One Over One بدرب اللي فاق مع اللي فاق واللي تحت مع اللي تحت فإذا ستطلع SN على SF يعني صرت أنا بطريقة تانية بدل ما برهن هذا الشيء واللي هو مبدئيا صعب بدي برهن هذا الشيء واللي هو حنشوف إنه هو سهل يعني أنا بلسؤال كإنه بقولي بدك تبرهن لانها ErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErEr ErErErErErErErErEr بسوي الأسأن يعني هاي الشيء على الاس اف طيب خليني اخد هيدا التريانجل هيدا التريانجل اللي عم علمه باللون الاحمر واللي هو التريانجل ام اف ان و ازان اللي حقول ان تريانجل ام اف ان انا بهيدا التريانجل معي انو الام اف بارالل على الاس لانه هو قال لي بالسؤال انو هيدا الدي كله بارالل على الام اف فازان اكيد الال اس اللي هو شقفي من الدي حيكون بارالل على الام اف فلاحقول ان الام اف is parallel to الاس بكتفي اني اول given بيمشي لها فازان هلأ صار فيي طب الثيلز برابرتي ثان الثيلز برابرتي بتقول لي انو الالان هاي الشقفي على الالام بتسوي الاس ان على الاس فاذان ثان الان او الالان م بتسوي ان اس اوهر اس اف لا باي سيلز برابرتي هيدا هو الشي اللي عم بيقول لي عنو نفس احو بارهند بارهند هيدا فاذا انا بارهند هيدا فاذا هيدا هيدا هو اول سؤال بكون ان هيدا فارت بي من السؤال عم بيقول شو ذات اس اي على اس ان تايمز اي ام على اي اي بتسوي اس اف على اس ان كمان هيدا الشي اللي بدي برهنو خليني اكتبوه ديمين يعني اني بدي برهن انو الاس اي على الاس ان تايمز اي ام على الاي اatie از avoided to asf over asf فارت برهنهم اي كل ولكن كمان متل ما قلنا اذا بدي استخدم الثيلز الابرورتي ولا مرى بيعطيني ضارب بين 투 for actions الفارت بتعطيني اثنين خطين زوجوا باس ي Baz فمتل ما قلنا عندي طريقتين وأول طريقة بدرب هدا مع هدا هذا اللي فوق ماللي فوق و اللي تحت مع اللي تحت وبشوف شو بطلع معي او تاني طريقة انه هده ال الفرائشن يبعتوا ع تاني ميلي فهي هادي الطايم هون بتصير دي بجينه ولكن از هيدا ال الفرائشن بعتوا ع تاني ميلي مظبوط هون هيظل عندي one fraction بس ع تاني ميلي هيصير عندي two fractions فإذا انا بالفعل بكم ما عملت شيء فإذا ما ها استفيد منها انا بدي اوصل لمحال بدي شوف واحد فرائشن هون وواحد فراكشن هون يعني One Fraction قبل الـ Equal و One Fraction بعد الـ Equal إذا هيدا الفراكشن جبته لهون هيصير عندي Two Fractions بعد الـ Equal ما حاستفيتش فإذا بدي فكر بطريقة تانية اللي هي أول طريقة حكيتها هؤده اثنين الفراكشن بيناتهم Times فإذا بضرب اللفاق مع اللفاق واللي التحت مع اللي التحت فإذا س-E times A-M over S-N times A-E هو عم بقول لي بدي اكتبار هنا بتساوي الـ S-F طيب شو صار عندي أني هلا؟ صار عندي اثنين فراكشنز بيناتهم عطول بنشتغل على طريقة Cross Multiplication يعني S-E times A-M times S-N equal to S-F times S-N times A طيب هون صار معي هاودي الـ Three Sides مضربين ببعض بيساوي هاودي الـ Three Sides مضربين ببعض ولكن عندي S-N على الميلتان ففيه اختزله لأنه الـ S-N أكيد من نسافر أنا لأقدر اختزل بدي يكون أكيد من نزيره الـ S-N أحو أكيد من نسافر عنده length معي فإذا أنا بقدر اختزله فإذا صار معي S-E times A-M is equal to S-F times A يعني أنا بدي برهن هيدا الحكي إذا قدرت برهن هيدا الإكويشن بكون برهنت الشيء اللي سائلني عنه ولكن كمان بالـ Three S-Property يعني S-E هيدا الـ S-F بدي يجيبها لقبل الـ equal بما انه هيدا الإشارة times فالـ S-F إذا اجت لهون هتصير division فإذا ستصير S-E over S-F فإذا الـ S-F جبت لهون equal A-E بتركها محلة A-M ببعتها لهون بما انه الإشارة هون هي times فالـ A-M بس تيجي لهون هتصير إشارتها division يعني over A صارت بهذا الشكل إذا قدرت برهن هيدا الـ relation بكون برهنت الشيء اللي عم يسألني عنه خليني اتطلع على الرسمي نشوف إذا في برهنها عم بقول لي الـ S-E على الـ S-F الـ S-E يعني هيدا الخط كله على الـ S-F فإذا الـ S-E هيدا أو الـ E-S على الـ F-S بدي برهنها بتساوي A-E على A-M وبالفعل هيدا الحاكي فينا برهن ولاي لأنه خليني أخذ هيدا الـ Triangle و اللي هو A-E-S فإذا لحقول A-M A-E-S بهيدا الـ Triangle اللي أنا معي M-F is parallel to A-S لأنه قال لي بالسؤال انه M-F parallel على D وهو دي شقفات من D فإذا في يقول هون given بيمشي الحال طيب خليني هلأ أطبق الثالث الـ الثالث الـ بما أنه هود الخطين parallel THEN بيخذ الـ E-S كله الـ E-S كله على الـ F-S فإذا THEN الـ E-S على الـ F-S بتساوي حسب الثالث الـ بتساوي الـ E-A كله على الـ M-A E-A على الـ M-A يعني الـ E-S كله على الـ F-S بتساوي الـ E-A كله على الـ M-A هايدي buy sales property sales property هايك بتقول لي طيب ما هيدا الشي اللي برهنتو هايدي هي نفسها E-S على F-S أحيي E-S أو S-E نفس الشي على S-F بتساوي E-A اللي هي نفسها A-E على M-A اللي هي نفسها فإذاً أنا برهنت هايدي هايدي الـ Equation برهنته فإذاً أنا برهنت الشي اللي عم يسألني عنه بالأول هايك بكون برهنت Part B طيب Part C عم بيقول لي deduce deduce بدي استنتج انه S-E على S-N times L-N على L-M times A-M على A-E is equal to 1 خليني هيدا الشيء اكتبوا عندي هيدا الشيء اللي عم بيقول لي انه بدك تستنج فإذاً هيدا هو الشيء اللي عم بيقول لي بدي برهن بدي برهن هيدا الشيء هاوية value ضرب هاي ضرب هاي is equal to 1 ولكن عم بيقول لي deduce يعني بدي اعتمد على شيء مش تغلوها طيب إذا أني طلعت هون S-E over S-N طلعت على أول fraction وعلى ثالث fraction يعني S-E over S-N times A-M على A-E اللي هن بالفعل هون موجودين هون هاو دي هلأ برهنيهم ببارت بي برهنيهم انهم بساوي S-F over S-N فإذا أني فيه يشيل هيدا الفراكشن وهيدا الفراكشن وهيدا الفراكشن وحط محلهم S-F على S-N لا لأنه برهنته من البارت بي times بإذن هيدا equal S-F على S-N times L-N على L-N لا لأنه we proved برهننا أنه S-E على S-N times A-M على A-E is equal to S-F over S-N طيب فإذا هود البرودكت لهود الـ two fractions بدي برهنن is equal to one خلييني يكتبون عندي S-F على S-N times L-N على L-M بدي برهنن بساوي one إذا برهنن هود بساوي one مش الحال ولكن منرجع لنفس الشيء اللي حكيناه أنه أنا بالثيز ما عندي 2 fractions بيني تنظر فالشيء اللي حعملو مثل اللي عملتو ب part one هيدا times فإذا بدي يجيب هيدا الـ fraction على تاني مايلي هتصير division يعني S-F over S-N equal one divided by لأنه الـ times هتصير divided by L-M over L-N يعني صار معي S-F على S-N equal one division بتصير times وهيدا بقلبه يعني بصير L-M على L-N فإذا S-F over S-N بساوي L-M على L-N لأنه بضربه بمع فاق ومع تحت حيضل نفس الشيء إذا قدرت برهن هيدا الـ relation كون برهنت الشيء اللي عم يسألني عنه واللي هير هيدا الـ relation طيب خلينا اتطلع على الرسمي الـ S-F على الـ S-N الـ S-F على الـ S-N هم بقول لي بدي برهنة بتساوي L-M على الـ L-N وبالفعل هيدا الشيء فيي برهنه لأنه خليني اخد هيدا التريانجل الأحمر لصغير هيدا الـ M-F-N إذا انا هقول له N تريانجل M-F-N أنا بهيدا التريانجل معي أنه M-F is parallel to L-S حكينا هيدا الحكي قابل وفي يقول له كمان given فإذا ثان بطبق Thales property فإذا الـ S-F على الـ S-N يعني هيدا الشأفة على هيدا الشأفة S-F على S-N بتساوي الـ L-M يعني هيدا الشأفة على الـ L-N L-M على الـ L-N لا buy sales property طيب هيدا الشيء اللي برهنته هذا هو هيدا الـ Relation أحيي برهنته هون فإذا أنا برهنت الشيء اللي طالبوا مني